اخر حاجة عندي هنا طبعا فيما يتعلق بالحفلة ان شاء الله يوم 7 يناير اختيار الافضل كان عندنا الحياة مجموعة من الصور مع 12 مبارح خاصة بتجهيزات الغرداءة لاستقبال هذا الحدث الرائع لعدة تنزولي خلاص بدأ حفل جواز الاتحاد الافريقي للافضل لاختيار احسن لاعب بجانب توزيع عدد من الجواز الاخرى لنجوم كرة القدم بالقرى السمراء الحفلة بتستضيفه طبعا احدى فنادق مجموعة رجل اعمال والصديق العزيز كامل ابو علي يوم 3-7 يناير دي المرة الاولى اللي تستضيف فيها مصر هذه المسابقة بعد مرور 27 سنة على انطلاق ايفنت من ضمن الانفنتات العظيمة اللي مصر بتحتضنه الحدث طبعا ده بيبقى له اهتمام عالمي وافريقي منقطع النظير بتقوم بنقل فعاليات الحفل ده اكتر من 150 قناة عالمية طبعا دي صور الغرداء بتستعد من المتوقع ان يتابع هذا الحفل واحد واثنين من عشرة مليار شخص حول العالم وسط حالة من الترقب للفائز بجائزة افضل لعب افريقي 2019 واللي كلك عارفين طبعا بيتنافس عليها اشهر اللاعبين الافريقة نجمنا الكبير محمد صلاح والنجم الجزائري الكبير رياض محرز والنجم المتقلق السنغالي ساديو مني حفظة البحر الاحمر خلاص انهت كل حاجة بالتنسيق مع جمعات الاستثمار السياحي كل الاستعدادات استقبال النجوم العالميين الافريقة وضبوا المطار وضبوا الشوارع اللواء عمر حنفي المحافظ اصدر تعليماته لكل الاجهزة لتقديم كل التسهيلات للنجاح شدد على ضرورة حسن استقبال طبعا الضيوف تزيين الشوارع الطرق المودية للمنتجة بتاع سهل حشيش انتشار اعلام التحاد الافريقي والمسابقة بكل شوارع الغرداء حاجة عظيمة 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 بمشيئة الرحمن سيعني نحظى بكل ما هو رائع وجميل ان شاء الله في هذا الافنت الكبير